موسيقى مساء الخير مشاهدين الأعزاء في برنامج بيت لكل من استوديوهات التلفزيون الأردني حلقتنا لليوم سنتناول من خلالها تحليل للعقلية الإسرائيلية والتي لا يخفى على أحد أنها عقلية هي كما وصفها جلالة الملك عقلية القلعة عقلية تتسم بالمكر بالخداع بالمباغة والسرية لكن لهذه العقلية تسلسل سايكولوجي تاريخي سياسي سنتطرق إلى هذا الموضوع من ناحية أيضا تاريخية فاسمحوا لنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور بدر ماضي أستاذ العلاقات الدولية أهلا ومرحبا بك دكتور بدر أهلا دكتورة أهلا وسهلا دكتور بدر هذه العقلية الصفات التي ذكرتها سنأخذها لم تأتي هيك فجأة جاءت بتسلسل تاريخي فكيف لنا أن نحلل ونفكك هذه العقلية وهذا السلوك الإسرائيلي أولا مساء الخير لك دكتورة ومن خلال مؤسستكم وشاشة الوطنية الأردنية نحيي أيضا أشقائنا في مصر والعراق وفلسطين وعلى مثل هذه البرامج التي دائما هي تكون جسور محبة بين الشعوب العالم العربي وليس فقط في هذه الدول هذا موضوع مهم جدا يعني لا بد من ربط ما يجري حاليا في السياقات الزمنية والتاريخية لمحاولة فهم العقلية الإسرائيلية وكيف تعمل هنا في المنطقة وكيف تعمل أو عملت طيل الفترات التاريخية السابقة إذ ما أردنا أن نعود فقط تاريخيا إلى نهايات القرن التاسع عشر لمعرفة حقيقة كيف تم تسييس هذه العقلية من أجل تحقيق المصالح السياسية والأهداف التي ذكرتها قبل قليل لا بد من معرفة العلاقة التي دارت بين الشعوب الغربية وبين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وبين الشعب اليهودي وأيضا العقليات الغربية وكيف تعاملت هذه العقليات مع المكونات اليهودية في تلك الفترة وأنا أرجو أن أكون واضح من الآن عندما أتكلم عن العقلية اليهودية لا أتكلم عن ديانة ولكن أتكلم عن تسييس الديانة من أجل تحقيق الأهداف السياسية والمصالح لهذه الفئة السياسية هنا أو هناك فلذلك نتكلم عن علاقة لم تكن فقط متوترة بين هذه المجموعات البشرية في العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية لكنها كانت علاقات على المحك حتى انتهت بالتالي في ضرورة التفكير في محاولة خلق حالة جغرافية جديدة من أجل الدفع بهذه المكونات الاجتماعية إلى خارج الفضاء الأوروبي والفضاء الأمريكي للتخلص من هذه العقلية التي ذكرتها التي تمتاز بالخداع والمكر وتمتاز بالسرية وتمتاز بمحاولة دائما زعزعة الاستقرارات الداخلية في هذه الدول فبنهاية القرن التاسع عشر أقدت مؤتمرات كثيرة جدا بالنهاية أفرزت ما يسمى بالعقلية الصهيونية التي قررت أن يكون هناك كيان إسرائيلي يحوي جميع الفئات لشعوب اليهودية حول العالم هنا في هذه المنطقة فلذلك بدأت صراحة هذه لنقل الحركات الصهيونية بعملها السري الخبيث حقيقة في منطقتنا العربية حتى وأن كانت معظم الجاليات اليهودية التي تعيش في العالم العربي كانت تعيش بأمن وسلام في هذه المنطقة وتم استيعابها كجزء من وحدات هذا المجتمع سواء في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في مصر كمكون اجتماعي وليس له أي إشكالية مع المكونات الداخلية وتميزت هذه العلاقة بالتسامح الكبير وكلنا نعلم ستلانا عندما نتكلم عن الهجرات اليهودية في البداية أو على قليل مكونات اليهودية في فلسطين لم تكن تتجاوز 7% في بداية العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي لكن يبدو أننا لم نكن حقيقة على قدر أن نفهم العقلية الإسرائيلية والعقلية الصهيونية بالقدر التي كانت الشعوب الغربية تفهم هذه العقلية لذلك العمل السري كان موجود إنشاء المنظمات الصهيونية في تلك الفترة التسليح ومحاولة الضغط على الشعوب الغربية خاصة ببريطانيا في تلك الفترة وهذه لا بد من التركيز عليها عندما نتكلم عن كيفية استغلال ما جرى للهود حول العالم بما يسمى في المظلومية اليهودية هذه قضية مهمة جدا هذه المظلومية أتاحت للحركات الصهيونية أن تسيطر على مفاصل حول العالم سواء المفاصل الاقتصادية وهي مهمة جدا ومنها المالية ومن ثم وهو الأهم المفاصل الإعلامية استطاعت الحركة الصهيونية أن تسيطر على هذه المفاصل في العالم الغربي وخاصة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت هذه العقلية الاقتصادية والإعلامية قيادات سياسية ما زالت حقيقة تتحكم في القرار السياسي في العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية مما أفرز نوع من أنواع الحماية الحقيقية لدولة الكيال الإسرائيلي بعد عام 1948 إذن كان الهم الأساسي منذ البداية هو توفير الأمن لنفسه الضبط هو الأمن الداخلي الأمن الداخلي وتعمل محاولة تقريبا شبه دائرة للحماية هذه الحماية لابد أن تكون من القوى العظمى فكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لهذه العقلية من أجل تنفيذ المخططات على الأرض وغضت البصر هذه الدول الكبرى عن هذا السلوك الإسرائيلي المخادع الصهيوني من أجل إبعاد الحركة اليهودية وإبعاد الحركة الصهيونية عن التأثير داخل هذه المجتمعات سأدعمك أعلاميا وأدعمك قصاديا وماليا ولكن أبعد عني ولك أن تعمل ما تشاء في منطقة الشرق الأوسط هنا بدأ صراحة عندما نتكلم عن الحركة الصهيونية وإنشاء دولة الكيان الإسرائيلي بدأت بتنفيذ مخططاتها السياسية والعسكرية من خلال ما ذكرتي قبل قليل وهي تكون الشخصية الإسرائيلية الخداع والخبث ومحاولة والسرية في العمل وأيضا بدأت في شيء جديد من أجل تثبيت أركانها ووجودها في هذه المنطقة بقضية ما يسمى السلوك في أعلى مستوياته بمعنى عندما نتكلم عن المذابح التي ارتكبت في فلسطين يعني ذبح من الشعب الفلسطيني في بدايات تأسيس دولة الكيان من أجل إرسال رسالة إلى الشعب الفلسطيني أنه عليكم ترك هذه الأرض إذن هم يستخدمون أقصى القوى للحفاظ على أمانية بالضبط بها نظرية واقعية في العلاقات الدولية صحيح صحيح ولا تستخدم حاليا أصلا لا تستخدم إلا من قبل دولة الكيان وعملية الإزاحة إزاحة الشعب الأصلي ومحاولة الإحلال محاولة الإحلال من خلال الهجرات المتتابعة التي دائما إسرائيل ترحب فيها خاصة من شرق أوروبا في البدايات ومن أوروبا من أفريقيا في فترة من فترات أيضا فتحت الأبواب لهذه عملية الإزاحة دائما الرسائل القوية الرسائل المؤلمة للمحيط في دولة إسرائيل كانت واضحة محاولة هذا القتل وهذا الذبح حتى أنه تم تهجير كثير من الناس في البدايات خاصة عندما نتكلم عن فلسطين التاريخي في عام 1948 من ثم إسرائيل لم تكتفي عندما نتكلم عن العقلية الإسرائيلية لم تكتفي بذلك دائما تحاول أن تشكل نفسها ما يسمى بالعمق الإسراتيجي هي اكتشفت في البدايات أن احتلال فلسطين التاريخية 1948 لا يشكل لها حالة من حالة الصمود المستمر والإستمرارية فلذلك كان لابد من الإجهاز على باقي فلسطين في عملية احتلال التمدد الضفة الغربية لا بالعكس أيضا تمددت إلى باقي العالم العربي نتكلم عن الجولان نتكلم عن سيناء في فترة من الفترات بعد ذلك يعني العقلية العربية التي دائما تؤمن بالسلام إلى حد كبير جدا كانت تعتقد أن إسرائيل هي جاهزة لعملية السلام لكن تم الاكتشاف بعد ذلك أن العقلية الإسرائيلية ما زالت تحتفظ بكثير من الكاركترز أو المواصفات في العقل الإسرائيلي المخادعة لأمة العربية استطاعت أن تصل والدول العربية والأنظمة العربية بشكل عام قالت لا بأس لنعيد الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال عملية السلام وعطاء الشعب الفلسطيني حق وهذه قضية مهمة جدا وكان الشعب الفلسطيني صاحب الخيار أيضا في تلك الفترة لكن تم الاكتشاف بعد ذلك وأثبتت الحرب القائمة الآن عندما نتكلم عن العقلية الإسرائيلية أنها ما زالت تعيش في الماضي وما زالت تعيش في عقلية القلعة التي تكلم عنها جلالة الملك عندما تكلم عن عقلية القلعة هذه العقلية ميزاتها أنها لا تفكر إلا بالفضاء تبعها لا تفكر بالفضاءات الأخرى لا تفكر في مصالح من هو محيط ولا تفكر بمصالح الدول المجاور ولكن فقط تفكر ما يخدم مصالحها إذن هي منغلقة رأي جلالة الملك أن يقول من القلعة وكأنها منغلقة على ذاتها بالضبط على مصالحها نعم على أهدافها هي لا ترى الآخر بالضبط عندما نتكلم عن عقلية القلعة تم صراحة إفراز هذه العقلية من خلال الجدار العازل مثلا بين دولة الكيان والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هنا نتوقف دكتور بدر اسمح لي لماذا حتى في الحرب العسكرية على غزة في الـ 21 أيضا كان هناك تصريح لقيادة عسكري إسرائيلي قال أو سماها بأنها حامية الأسوار نعم لماذا إسرائيل تحمي نفسها بالأسوار والجدران العازلة لسبب بسيط لأن إسرائيل لا تؤمن بالسلام حقيقة فلذلك من لا يؤمن بالسلام بالتأكيد سيشعر دائما بأنه مهدد وهذا التهديد تريد إسرائيل وتريد الحركات الصهونية دائما أن تسوقوا على العالم الغربي من أجل عملية الدعم التي ذكرناها قبل قليل سواء الدعم العسكري أو الدعم الاقتصادي أو الدعم السياسي إسرائيل تريد صراحة أن تفرز نفسها كديمقراطية وحيدة في منطقة الشرق الأوسط كدولة متسامحة في منطقة الشرق الأوسط فأنها تعيش ببيئة محاطة بالأعداء وتريد أن تسوق نفسها على هذا العالم الغربي والعالم الذي ما زال يعيش بحالة القلت نقول الحالة عندما ما تم صراحة في الأربعينيات في الهولوكوست وغيرها ما زالوا يريدوا أن يشعروا العالم الغربي أنهم ارتكبوا الموبقات مع الشعب الإسرائيلي فلذلك عليهم دائما أن يكونوا بجنب صراحة المخططات الإسرائيلية هذه الأهداف الإسرائيلي دائما أريد أن أصنع من المحيط أنه بعضة لا يريد السلام معي وهذه بيئة صراحة عدائية لا إلي وبنفس الوقت يجب عليكم أنتم كعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية أن تبقوا هذا الدعم اللوجستي والعسكري والسياسي وكل أنواع الدعم من أجل بقاء هذه الدولة وهذه الدولة يجب دائما أيضا أن تعكس تميزها عن المحيط من خلال الأسوار من خلال القلعة أنني لا أنتمي إلى هذه المنطقة أنا انتمائي للعالم الغربي انتمائي لأوروبا انتمائي لولايات المتحدة الأمريكية بما أملك من حيثيات هكذا هي تريد أن تقنع نفسها وهكذا هي تريد أن تقنع العالم الغربي دكتور بدر الآن ما نراه في غزة وحتى في بداية الحرب على غزة الآن رأينا بين كر وفر عنصر المباغة عنصر التضليل الرواية غير واضحة يخرج مسؤول إسرائيلي يعلن شيء ليأتي وزير الدفاع ويقول شيء آخر يختلف عن نتنياهو وما إلى ذلك في الحروب كيف تفكر العقلية الإسرائيلية؟ هذا سؤال مهم وهو سؤال صراحة نستطيع أن نقول أن هذا العمود الذي يجب انطلاق من خلاله من أجل فهم العقلية الإسرائيلية سيدتي إسرائيل تعمل بشكل كبير جدا على ما يسمى مراكز الدراسات إسرائيل من أكثر الدول العالم قد تشابه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خلق مراكز أبحاث ومراكز تفكير حول في إسرائيل وحتى حول العالم هي تمول كثير من مراكز الدراسات حول العالم هذه قضية مهمة فلذلك هذه مراكز الدراسات دائما تعمل على إعطاء الصورة بما يجب العمل عليه أو تقدم المعلومة لصانع القرار في إسرائيل من أجل ابتخاذ القرار المناسب أيضا إسرائيل تعتمد اعتماد كبير جدا على مراكز الفهم النفسي للآخر هذه مهمة جدا سلوك السيكولوجي بالضبط السلوك السيكولوجي الذي ذكرته قبل قليل قد تكون إسرائيل الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية للجيش دولة الكيان لديهم مثل هذه الوحدات الدعم النفسي والتي تحاول أن تسيطر على الآخر من خلال الرواية كلنا نتذكر في البداية بداية الحرب على غزة إسرائيل حاولت صراحة أن تسوق روايتها على العالم الغربي وستطعت كنا نتذكر الكذب في موضوع قتل الأطفال نتذكر الكذب في موضوع الاغتصاب كل هذا كان كذب لكن هي تعلم تماما النفسية الغربية وماذا يعني الاغتصاب وماذا يعني قتل الأطفال في العقلية الغربية أيضا حاولوا بعملية التضليل ربط مثل حركات المقاومة في حركات داعش يعلموا ماذا تعني داعش هذه الحركة الإرهابية في عقلية العالم الغربي حاولوا ربط مثلا أيضا المقاومة في دولة مثل إيران أنه ماذا إيران الدولة غير العاقلة في المنطقة ترتبط بالحركات المقاومة لكن يبدو أن الوعي العربية العقل العربي بدأ يختلف عما كان سابقا فلذلك انقلبت الرواية بعد أسبوعين حقيقة صحيح انكشف الزيف بالضبط انكشف الزيف الإعلام فيه صار فيه سيطرة للرواية العربية مقابل الرواية الإسرائيلية لكن إسرائيل لم تستسلم لذلك هي مباشرة استهداف المهم جدا كان إلها للسياسيين الاستهداف لها كان للإعلاميين في العالم وحتى ذهبت إلى مراكز البحث والتفكير عندما نتكلم عن الجامعات والكل يعلم في عالمنا العربي ما جرى مع رؤساء الجامعات المهمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية تم الضغط على أحد أرقى الجامعات في أمريكا قبل يومين للاستقالة فقط لأنها لم تدين من أراد أن يعبر عن دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ممنوعة لدى إسرائيل أن تبقى هذه العقليات التي ترى بإسرائيل أنها المعتدية فلذلك نتكلم عن أن الجيش الإسرائيلي هو جيش يعتمد التضليل يعتمد الخداع دائما كانوا يحاولوا يسوقوا أن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الذي لا يقر فقط لنتذكر ماذا حدث للجيش الإسرائيلي في عام 1968 في معركة الكرام مع الجيش الأردني وحقق الجيش الأردني انتصارا في ذلك الوقت مهيبا ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت على المنطقة أو حاول الاعتداء على الأردن في تلك الفترة أيضا نتكلم عن الأخوان في مصر وأخوان في سوريا في عام 73 فلذلك نتكلم عن الاستعداد النفسي في العالم العربي الاستعداد النفسي لدى العالم في مواجهة هذه الرواية الكاذبة وهذه الرواية المخادعة التي دائما إسرائيل تحاول أن تسوقها للعالم وهذا أخذ لنا خليني بس معلش أتكلم في أنه إحنا قصرنا في حق أنفسنا كعالم عربي وبمعنى أن روايتنا يجب محاولة عادة إنتاجها مرة أخرى عادة تسويقها بشكل غير تقليل وخصوصا للشعوب الداعمة لنا عندما نتكلم عن أفريقيا نتكلم عن أمريكا الجنوبية نتكلم عن آسيا مرة أخرى لابد من محاولة عادة الوصول إلى هذه المشامعات من أجل دعمنا على مستوى الساحات الدولية شكرا الأستاذ الدكتور بدر ماضي أستاذ العلاقات الدولية لحضورك لبرنامج بيت للكل كل شكر دكتورة كل شكر لكم جميع